ايه دي مصر المتواصل الحضاري مي وانتي مرشدة سياحية بتاخدي السياح في الاقصر وبتعبري على هذا المكان سنين كان عارفة اللي هنا تريد كبهات المطمورة والمعتدة عليها طبعا لانه زي ما دكتور قال تفضل وقال انه المناظر موجودة على الحوائط المعيب وخاصة المقصورة الحمراء اللي حتش بسود في الكارنك قد ايه طبعا الستات بتوعي التفاصيل فمهتمة بالتفاصيل وجسدت تفاصيل عيد الاوبت والرحلة ما بين الكارنك معابد الكارنك والاقصر والرحلة ازاي نهي من البر وبعدين ترجع من النهر وازاي احنا بنربط الاتنين الاهمية للارض وللطمي النيل الحياة والمصر القديم لما كان بيتاخد عنه احيانا بيتاخد عليه انه مهووس بالعالم الاخر واحنا النهاردة بنقول ان المصر القديم بيحب الحياة اهو ما كانش بس بيمركز على العالم الاخر والحياة الاخرى قد ما هو كان احتفالية زي اللي حصلت النهاردة والمحاكاة اللي حصلت النهاردة للاحتفال بعيد الاوبت وعيد الخير والفيضان والفتح زي ما هو اسم العيد معناه حاجة عظيمة جدا وهي دي فعلا مصر ما تستحقش اقل من كده صريحة زي ما كان